السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معكم لرقم فارس من خلف المايك في حلقة جديدة وموضوع جديد في هذه الحلقة سوف نتكلم إن شاء الله عن موقع جديد تستطيع أن تكسب منه بعض الدولارات بطريقة رائعة من دون أن تقوم بأي شيء على الإطلاق ليس فعليا فدعنا نتفق على نقطة فحتى تستطيع أن تكسب المال يجب أن يكون لك إما مبلغ من المال أصلا تقوم باستثماره قد ينجح المشروع وتكسب فعلا وقد تخسر تلك الأموال فكلما كان عامل أو هامش المخاطرة كبير كلما كان نسبة الربح أكبر وإذا كانت الاستثمار فيها نسبة المخاطرة ضعيف فأكيد أنه هامش الربح سيكون ضعيف النقطة التالية وهي أنك مثلا إذا لم تكن لديك رأس مال لإستثماره لديك خدمة أو سواء هذه الخدمة تستطيع أن تقدم خدمة سواء بمهارة تكتسبها أنت شخصيا أو بمجموعة من الوسائل والأدوات المتوفرة لديك في هذه الحالة وفي هذا الموقع العالمي والشهير والمعروف سوف تقوم باستئجار بيت إذا لم يكن لديك بيت لابستطيع استئجار غرفة إذا لم تكن لديك غرفة تستطيع أن تستأجر سرير واحد فقط فهذا الموقع رائع بنسبة للموقع فهو يحدد لك ميزات رائعة مثلا هل تقبل الأطفال إذا كان الشخص الذي يريد أن يبيت لديك مثلا سواء في منزلك أو في الغرفة فقط هل تقبل إذا كان لديه أطفال لأنه المعلوم الأطفال في العادة يقومون بالتخريب والفوضى والتشويش المهم تستطيع أن تحدد إذا كنت تقبل الأطفال لا تقبل الأطفال تقبل سواء البالغين فقط عدد الأشخاص الذين تستطيع استقبالهم تستطيع أيضا أن تحدد السعر بكم ستسمح لكل شخص مثلا بأن يبيت لليلة واحدة معك في هذه الغرفة تستطيع أيضا أن لا تقلق أو تكون مطمئن من الموقع بالنسبة للأشخاص الذين سوف يأتون ويدخلون إلى بيتك فأكيد أنه يجب أن يكون موثوقين فبالتالي لا تقلق من هذه النقطة خاصة وأن كل الأشخاص الذين يقومون ويتسجلون بالموقع يقومون بعرض هوياتهم يقومون بإدخال بطاقة الهوية يقومون بإدخال معلوماتهم البنكية وبالتالي أن يستطيع أن يقوم بأي تجاوزات معك في البيت ونذكر يوتيوبر شهير جوحطاب مثلا في بداية مسيرته وأنا أحب جوحطاب كثيرا كان يبيت دوما بهذا الأسلوب قبل أن تتطور قناته وتصبح أو يصبح لديه دخل محترم يمكنه من أن يحجز في الفنادة من دون إطالة في الكلام والمقدمة دعنا ننتقل معكم إلى الموقع وكيف تقوم بعرض مثلا بيت غرفة أو أي شيء للاستئجار إذا كان لديك لا تذهبوا بعيدا فاصل قصير ثم نعود إليكم السلام عليكم نبدأ في طريقة التسجيل لا تستطيع أن تسجل من خلال الإيميل أو الفيسبوك ضروري أن تدخل كل معلوماتك أكيد أننا لن نتطرق إلى هذه النقطة نسجل فقط في الفيسبوك ضروري فقط أنك تؤكد رقم الهاتف بعد ذلك أرسم أو أضغط على إضافة مسكن هل تستطيع أن تضيف بيت بأكمله هل فقط غرفة خاصة أو غرفة مشتركة تستطيع أن تدخل المنطقة أين تسكن بالدات كل مرة كل مرة يقول لك السعر الذي يمكن أن تجنيه من الموقع كما ترى في الأسفل بعد ذلك نضغط متابعة مثلا سرير وفطور فقط بحكم مثلا أني في بيت ولا أملك بيت فارغ أستطيع أن أقوم بإيجارها أو استئجارها على الموقع موقع تقرأ كل الشروط وتقول لفهم ذلك كل المعلومات هذه مهمة لماذا أقوم بشرح كل شيء؟ لأنه دائما دائما أرى العديد من الأشخاص يشتكون أنت فقط تشير إلى الفكرة لا تشرح لنا مفذأ العمل كيف تقوم بتلك الترتيبات؟ لا بأس قمنا بتسجيل الفيديو وسوف نقوم بمشاركة معكم كل شيء خطوة بخطوة تضيف أي شيء أصلا الموقع فيه أو يدعم اللغة العربية وبالتالي تستطيع أن تقرأ وتضيف أي شيء تريده مثلا هنا لم يتعرف على العنوان ويستطيع أن يقول لك أو يوفر لك الماب ويقول لك عدل لي العنوان على حسب ما هو متوفر لديك بالمناسبة حي 500 مسكن عندما أشتري من النت يقولون لي من فضلك لا تكتب حي 500 مسكن هناك أكثر من خمسة أو عشرة مناطق 500 مسكن أترك لنا فقط رقم الهاتف ودعنا نتواصل معك على الهاتف أحسن من أي عنوان نصيحة فقط للأشخاص الذين يشترون من النت كما ترى هنا تستطيع أن تقوم بتغييرها بشكل يدوي تقوم بإضافة العناصر التي تستطيع أن توفرها واي فاي تلفاز ميكويت مغسلة أي شيء أي شيء تستطيع أن تشاركه في المنزل تستطيع أن تقوم بإعلام الموقع به حتى عندما يقومون بعرض مكان أو منزلك أو الشقة يقومون بإضافة تلك النقطة في العرض تخطي يمكنك تحميل الصورة الآن أو يمكنك تخطي وتقوم بتحميلها فيما بعد تستطيع أن تكتب وصف عن ما تستطيع أن يقدمه المسكن الخاص بك أو أي شيء أي شيء أي وصف تريد أن تكتبه مثلا كتبنا فقط وصف سريع للغرفة حتى لا تكون الحلقة طويلة ومملة هكذا بعد ذلك تضيف كل هذه المعلومات تفاصيل أخرى لتحدي التوقعات المهمة معلومات عن الحي فقط مزح ضريفة هنا تخرج المضار يسرقوك أكيد أنك تقوم بإضافة معلومات تحفز الشخص الذي يقرأ المنزل الخاص بك لكي يشتهي أن يحجز معك فمثلا تقول له أن الحي يبقى شعبي وهناك تحركات تستطيع أن تشتري كل ما تحتاجه حتى في الليل فقط أي شيء يمكن أن يجعل من الزبون أو العميل يحجز لديك إذا كنت تريد أن تحصل على مزيد من المال هنا فقط معلومات بالنسبة لك أنه الناس اللي رحين يحجزوا عندك رح يأكدوا رقم الهاتف ويأكدوا الهوية ويأكدوا الإيميل حتى تتطمن أو تطمئن نفسيا عن الشخص الذي سوف يأتيك من الموقع يسألك إذا كنت قمت بتأجير بيتك من قبل أم لا هل أنت جديد في الموقع كل هذه المعلومات أي مدى يستطيع الضيوف حجز تستطيع أن تقوم بإضافة كم المدة التي يستطيع أن يبقى فيها الضيف أو الذي يريد أن يحجز ننصحك إذا كنت تستطيع أن تتركها مفتوحة تركها مفتوحة هنا تستطيع أن تلغي الأيام التي تكون أنت مشغول فيها ولا تستطيع أن تستقبل أي ضيوف هنا بالمناسبة الأسعار ويقول لك ضع لي الأسعار بالنسبة للأسعار إذا وضعت الأسعار المقترحة فلن يأتيك أي زبون لأنه مثلا هنا في الجزائر 32 دولار أستطيع أن أبيت في فندق لذا ما حاجتي عن أعتيك لذلك اجعل من الأسعار ضعيفة وتنفسية حتى يكون للموقع وجود في الجزائر مثلا فلو تدع هذه الأرقام المقترحة لن يحجز لديك أي شخص هكذا بعد ذلك تأتيك أنت متاح ومعلومات عن الضيوف التي كيف سوف تتم العملية إن صح التعبير أقول له إنها هكذا بعد ذلك أضيف الصور أقوم بتحميل أي صورة بشكل عشوائي فأنا لن أنشر الخدمة الآن على الموقع وإنما بعد أن أقوم عليها بالتعديل بشكل جيد خاصة في هذه الأيام لدينا أفراح في المنزل ولن أستطيع أن أستقبل أي شخص وبالتالي لن أقوم بتفعيل الخدمة إلا بعد انتهاء الأفراح الموسمية في البيت هكذا تحملنا الصورة فقط عشوائية أكيد أنه ضروري جدا أن تقوم بوضع الصورة الحقيقية للمنزل تستطيع أن تضيف صور أخرى من زوايا أخرى من الجيد أن تعدل على الصورة بالفوتوشوب للتناسبة المقاسات المناسبة حتى تبدو الصورة بشكل جيد هكذا وتستطيع أن تنشر المنزل بسلام كان هذا كل شيء في حلقة والموضوع اليوم أتمنى أن تكون قد استمتعتم بي على الحلقة شكرا على حسن المتابعة والإصغاء حتى نلقاكم في أقرب فرصة إن شاء الله إذا وصلت إلى هذه الدقيقة لا تبقى لعيني بالضغط على الزر لايك كومنت أسفل هذا الفيديو وعبر لي عن رأيك بكل حب وتقدير واحترام إذا كان هناك أي نقد فسوف أتقبله بصدر رحب أتركه لي أسفل في التعليقات دوما اشتراك ومشاركة المقطع مع الأصدقاء إذا أحسست أن هناك من يمكن أن يستفيد من هذا الفيديو سلام سلام ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر